حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من بورت سودان دكتور منتصر محمد عثمان الناطق الرسمي باسم غرفة الطوارئ الصحية الاتحادية أهلا بك معنا دكتور منتصر نتحدث عن ثلاثة أوبئة ربما هي بدأت أن تتلاشى في بعض الدول مع أن لها علاج لكن ما الذي يفسر ظهورها في السودان؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي الكريمة والمشاهد العزيز بالنسبة لنا الأمراض حمد ضنك بالذات هي مرض ينتقل عبر البعوض بعوضة معينة اسمها الزائجة المصرية تلاحظ أنه خلال السنوات السابقة انتشار المرض وزيادة رقعة انتشار المرض في البلدان وبالنسبة لنا نحن في السودان أول حالات تسجلت كانت 2003 في البحر الأحمر وبعد كده نحن شفنا باقي الولايات السنة السابقة كانت في 13 ولاية ولاية الخرطوم كانت آخر من سجل الموسم السابق وبداية هذا الموسم وبداية هذا العام بنفس الطريقة السنة هذه عندنا القبارف سجلت السنة الفاتت والآن السنة سجلت بصورة كبيرة وزي ما انتم عارفين ان المرض هو بنتقل عبر البعوض وهو مرض فيروسي جزء من الحالات بتكون عندها حميات جزء ما عندها أعراض وجزء قليل جدا بيجي بمضاعفات اللي هو عنده مضاعفات دماء بيجي بدماء بيجي بنزيف الوفيات بتكون كثيرة وسط الحالات البتيجية بنزيف إذا لم تتم معالجتها بصورة دقيقة طيب دكتور منتصر يعني أنت تتحدث بأن حمى الضنك هي يعني كانت بالأصل موجودة في السودان طيب يعني ومنذ سنوات ليس هناك أي إجراءات علاجية تم اتخاذها لربما محاربة يعني هذا البعوض أو حتى على المستوى الصحي طيب أختي العزيزة الفنيين اللي يعملون في مكافحة البعوض يعرفون أنه من أخطر أنواع البعوض من الصعب أنك تنتهي منه هذا البعوض الزعجة المصرية بينتشر في المياه العزبة هو دائر له قاعدة صلبة يتواجد في المناطق بالزافة الجبلية يتواجد في المناطق للأسف الشديد نحن مع ندرة المياه بيحصل تخزين بالنسبة للمواطنين في البيوت إذا كان على مستوى البراميل أو الزيار دي وما هي ما مقفلة بصورة محكمة دي بتخلي البعوض يتوالد فيها زي الأزيار والبراميل وده الخل نحن في 2022 يكون عندنا وضع كبير وزي ما نحن عارفين بالنسبة لحمد ضنك هي بتنتشر في المنطقة عندها من سنتين لخمسة سنوات انتشارها بتزيد وبعد كده بتقل بعد تكوين المناعة الجماعية في كل منطقة طيب هل نتحدث أن هناك ليس مناعة جماعية في بعض المناطق؟ تذكرنا هذه المناطق أين تتركز؟ وهل هي في دروتها الآن هذه الحمى؟ في القضار فالآن نحن نستفكر أنها أيضا تنفي لأنه نحن الآن ما وصلنا للمرحلة بتاعتك أو زيادة الحالات شدة زيادة الحالات لأنها بتكون دائما في نهاية الخريف ونحن ما زلنا في خواتيم الخريف بعد نهاية الخريف نحن نتوقع أن الحالات تزيد يعني ما زالت الحالات في أوسطها نتوقع زيادة الحالات ما لم يتم العمل بصورة مكسفة في مكافأة النار طيب هل أي إجراءات ستتخذونها أو تتخذونها لقضاء عليها أو على الأقل تقدير يعني لربما تطعيم إذا كان لها مطعوم يعني هذه الحمى ربما الناس؟ حمى الضنك عندها أمصار لكن لا يوصى بها حتى الآن يعني هي الأمصار الموجودة ممكن ضررة أكثر من نفعها في الوقت الحالي لكن بالنسبة للعمل في المكافحة والوقاية هو الأهم دور الدولة مهم فيها الآن الولاية تشتغل بصورة مكسفة في حملة لمدة أسبوعين لمكافحة الناقل بالولاية وفيها دعم برضو من وزارة الصحة الاتحادية والمنظمات العاملة بالذات منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف بالنسبة لحمى الضنك بالنسبة للكوليرا إذا تفضلت عندنا منظمات أيضا تعمل مثل منظمة طباب لا حدود الهولندية الآن العاملة في منطقة القلابات موفرة وحدات في تاعة علاج وعندنا برضو منظمات طباب لا حدود السويسرية التي هي عاملة في الخرطون بحري والآن هي عندها مركز علاج للحالات المشتبهة للكوليرا واضح شكرا لك الدكتور منتصر محمد عثمان الناطق الرسمي باسم غرفة الطوارئ الصحية الاتحادية